تصعيد خطير يهدد اتفاق سوك هولم بشأن الحديدة ويعاطل مسيرة السلام في اليمن فالانتقادات التي وجهها الحوثيون قبل نحو يومين لرئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت تتحول إلى استهداف بالرصاص الحي لموكبه في مدينة الحديدة وقع الحادث أثناء قيام الجنرال كاميرت بتفاقد الأضرار الناجمة عن قصف تعرضت له المواقع في مدينة الحديدة فيما كان عائدا لتوه إلى مقر إقامته في المدينة عقب لقائه بالطرف الحكومي في اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار الأمم المتحدة حاولت تجاوز تأثير هذا الهجوم عبر تأكيدها أنها لم تتلقى أية معلومات عن مصدر إطلاق النار الذي أصاب سيارة رئيس المراقبين الأمميين بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم أمين عام منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك لكن الحكومة اليمنية تأكدت في بيانا لها من عدن أن ميليشيا الحوثي أطلقت الرصاص الحي على موكب الجنرال باتريك واعترضت موكبه ومنعته من عقد لقاء مع الجانب الحكومي وصفة الهجوم بأنه يأتي ضمن المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي لإفشال اتفاقية السوكهولم ومعها إفشال مهمة كاميرتا هذا الهجوم يعطل عمليا ترتيبات الأمم المتحدة في الحديدة والتي اكتسبت زخما جديدا إثر اعتماد مجلس الأمن قرارا جديدا برقم 2452 يقضي بإنشاء بعثة سياسية تضم 75 مراقبا ولاية هذه البعثة تشمل فيما تشمل قيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار إلى جانب رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وموانئها وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة وستعمل كذلك مع الطرفين حتى تكفى القوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة والموانئ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين دريفث أكد أنه لا توجد خطة بديلة لاتفاق السوكهولم من أجل حل الأزمة في اليمن وأكد عقب شاركاته الأربعاء في الحوار الاستراتيجي الذي استضافته برلين بشأن اليمن أن طرفي الصراع في اليمن التزم بمواصلة دعمهما لاتفاق السوكهولم تتأسس الحديدة بنظر المراقبين كمنطقة صراع مفصلة لكنها أيضا تترسخ كساحة اختبار لمساعي الأمم المتحدة والتي يبدو أنها تصل حد الإخفاق الذي يحول دون استئناف المفاوضات التي كان مقررا أن تنطلق في الكويت نهاية هذا الشهر لحسم القضايا النهائية للحل في اليمن